أهلا بكم مبارح بالليلة الدنيا كانت مقلوبة وكانت الحقيقة شو كان عمله مرتضى منصور قدام الكاميرات ضمن عروضه المسخرة المستمرة بتاعته في محاولة جديدة منه أو من الخالة نوسى إنها تضحك الناس أو تبكيهم حتى يعني لكن لما نتفرج على الشو بتاع مبارح تقدر تلف وتعمل رشدة زريفة كده الحقيقة في قانون النظب مرتضى منصور قدم وصفة كيف تكون نصابا في ثلاث خطوات الخطوة الأولى الأول خليني بارك للزمالك على الأداء الرائع اللي قدمه قدام فريق النصر السعودي فريق النصر المدجج بأسماء لوحدها تخوف سيديو ماني ورونالد وكريستين رونالد وحاجة جمدة جدا لأ أنا مش قدش الماتش لكن تبعت كده الهايلايتس أو اللقطات بتاعته الحقيقة أنه الزمالك استطاع أنه ينتزع أو رونالد استطاع أنه يتعادل مع الزمالك والزمالك رغم أنه فريق على قده بصراحة يعني يعني فوش إمكانيات جبارة لكن يدري يقدم عرض رائع جدا وخرج من البطولة لكنه خرج بشرف فبصراحة الحمد لله أن الزمالك يعني خرج بالشكل ده لأنه كان ناس كتير هتقولك بص عشان مرتضى مشي الزمالك شال كتير بالعكس زمالك كان قبل مرتضى منصور وسيبقى بعد مرتضى منصور مرتضى أقدم إزاي تكون نصاب في ثلاث خطوات الخطوة الأولى أنك تتقن فن جذب الانتباه وده اللي عمله مرتضى مبارح لما أعلن مبارح استقالته من مبنى اتحاد الكبرى استقالته من النادي ليلة ماتش الزمالك قدام فريق النصر السعودي اللي بينعب فيه زي ما قلتلك ساد يوماني وكريستيان رونالدو وعمل الشو بتاعه ده يعني استقالته بسالح هي استقالت زي وهو أصلا معزول يعني أنت أصلا معزول استقالت زي استقالة دي يعني واحد موجود وماشي زي الفل وبيقدم استقالته لكن ده بحكم المحكمة الإدارية العليا معزول مرتضى وهو بيعني أن استقالته كان بينفس في الوقت نفسه الخطوة الثانية الخطوة الثانية كيف تكون نصاب أنك تتقن دور الضحية وأنك تقنع الهبل والحمير بأنك شخص نضيف وأنك مضحي في داء النادي وتعمل نفسك أنك أنت يعني بتاع قانون وتدي رشدة قانونية وتحاول تشيل غيرك الشيلة اسمع أقول لي مهدوحا فأس قدام مصر كلها الخناعة اللي بيني وبينك أنا اعتبار صحيح أنت بتقول الخناعة بيني وبينك أنا مشيك خلاص مشيك خلاص أنا خارج المشهد بتاع نادي الزمان وأنا مشكة على درجة كازتها في ناعد فنو ارفع الحجز على مجمو مجمو ميكو ارفع الحجز على مجمو ميكو أنا مشيك وأمير ميشي كمال مشاعرين هو رافي جارجة وأمير عمل عوض مع ثلاث عيبة والرابع كان فتوح اتفق خلاص مع التصوير محكام المشهد مع تصوير أمير عيسلم الموجود وعيسلم التصوير لاي حاج موجود فيه فأنا بقول له قدام مصر كلها أنا خارج المشهد ارفع الحجز مشايب النادي في حوالي 21 مليون جنيه الوطنية رئيس الحجز ارفع الحجز عيش جمهور الزمالك في أني ممدوح عباس حجز على أموال الزمالك اللافت للنظر أصلا أن اللقطة اللي عملها مرتضى وهو أصلا معزول عملها في وقت مهم للزمالك في البطولة العربية طلع موزيع اسمه أمير هشام فضح الدنيا اسمع كده قالي على أي مسؤول داخل نادي الزمالك أنه يطلع يتكلم دلوقتي قبل ساعات من مباراة مهمة في البطولة العربية محتاج فيها نادي الزمالك أنه يكسب يتكلم عن نفسه يتكلم عن رحيله هنا بالتحديد بقصد مين الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصابق بص في البداية أنا بقول لك اللون كل اللون على التوقيت السيء للغاية للحديث عن رحيله عن نادي الزمالك هو مرتضى منصور عمال يقول أنه يعني يا ممدوحي عباس ارفع الحجز عن أموالنا للزمالك اكتشفنا أن أصلا ممدوح عباس رفع الحجز عن أموال الزمالك عن حساب الزمالك من أربع شهور طلع محامي ممدوح عباس قال يا جماعة وطبع راجب كلب ورق إحنا رفعين الحجز على حساب الزمالك ده من أربع شهور بل بإنه فجر مفاجأة جديدة أن مرتضى منصور رح بلغ الدرايب تحجز على الأموال فيه اسمع كده هو تم من حوالي سنة بعد ما طالع الأستاذ مرتضى قال أنا معايا حوالي نصف مليار جنيه موجود سيولة فخلينا بقى نحدد كده إيه اللي تم في الضبط ناشي إحنا حجزنا على حساب وحيد هو حساب نادي الزمالي في بنك مصر ماشي حساب واحد فقط وحيد تمام طيب الحساب ده فيه كام عشان الكلام ده اتقل على خلافه تماما أيوا الحساب ده فيه 47 مليون ومعه بالدولارات اللي إجماليهم بالكامل كده كلهم 51 مليون التوتل توتل بالكامل تمام يعني الحساب من أكتر من سنة كل اللي كان موجود فيه 51 مليون بس هو اللي متصدر للناس أو الناس متخيلة إن محجوز على رصيد نادي الزمالي حتى لو في حساب واحد في بنك مصر إن فيه أرقام كبيرة قوي قوي موجودة في الحسابات دي كل الكلام اللي غير كده هو كلام كبب تماما ومقصود بيه يعني اللعبة على الجماهير ومقصود بيه إنك تغطي فشل أو أي حاجة إنما قولا واحدا الحاجة تم على حساب واحد بمبلغ لا يتجاوز إلى 50 مليون جنيه أو يتجاوزهم بمليون أو 2 مصري 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 تمام يعني ناس زماليك عمل حادة ما حادش عملها في التاريخ عمل إيه أخطر الضرائب بحسابات آيوة آيوة متذكرة صح وتفصيلاتها وقال لهم تعالي حجزهم على النهج ماشي طبعا ناس زمالك للأسف ما بيدفعش ضرائب آه فالضرائب حجزت مش بقى على حساب بنت مصر بس آه هي حجزت على كل الحسابات تمام طيب فبالتالي المفاجأ اللي أنا عايز أقولها لحضرتك أيوة إن الحجز بتاع الأستاذ ماندوح توقف وانتهى من أكتر من 14 لا لا تاني الحجز بتاع الأستاذ ماندوح حباس على أرصيد نادي زمالك أو بالتحديد رصيد نادي زمالك في بركة مصر ده اترفع من 4 شهور من 4 شهور توقف وانتهى وما عادش حاجة فيها اسمه حجز على حساب نادي زمالك من قبل الأستاذ من دوح حباس أصلا دي مفاجأة مفيش حجز موقع من الأستاذ ممدوح على أي حساب من حسابات نادي زمالك طب ليه بقى إيه اللي حصل بالضبط ما أستاذ مرتضى بلق الدرايب فبتالي الدرايب كادة الفلوس يعني وبالطاق وبالفعل يعني كذبة يعني هو عيش ملايين من جماله الزمالك في كذبة أني مرتضى منصور أني ممدوح عباس حجز على أموال الزمالك حد مبارع يعني كذب وهو اللي راح بلغ الدرايب بأنه روح حجزه على فلسه الزمالك أهو مرتضى منصور ممدوح عباس حجز على 100 مليون جنيه وأمير مرتضى لم يدخل الزمالك من شهرين ده مبارع ممدوح عباس قالك الزمالك ليملك أموالا في حساباته والحجز مرفوع من أربع شهور كذاب هنا بقى تيجي الخطوة التالتة اللي عملها مرتضى منصور في الرشاة بتاعته كيف تكون نصاب محترف في ثلاث خطوات هي أنك تتقن دور المسؤول تمثيل يعني وادفع فلوس رجب أنه أصلا معزول تخيل واحد معزول رح يقابل مسؤولين في الدولة عشان يعمل لعيبة يقيد لعيبة تفضل المديونية 63 مليون 48 50 90 9 حاولت معا أدرك وراء أدرك أدرك مسجل للولاد فأتصرف في حوالي كلها أتصرف حوالي كذب لكن رغم المجهود الكبير ده في التمثيل إلا أن عروض الخالة نوسى بقت الحقيقة بايخة ومكررة 100 مرة عمل العرض قبل كده وده اللي قاله مشجئين الزمالك اللي أصلا مش مقتلعين بيه وأصلا عايزينه يرحل ويعلم استقالته أهو أعتقد كهربا مش هيدفع وده كان أمله يخرج من الأزمة المالية كده رايحين لطريق مسدود لن أصدق رحيله إلا عند سمع نعيه في الأخبار وممكن يطلع خبر كاذب عادي يعني بصراحة الحل الوحيد اللي ممكن أصدقه والحل الإلهي لكن مرتدى أصلا ممكن تعد على صوابع إيه ديك الكلام السد اللي بيقوله من يوم موجوده في الزمالك وما غير ذلك غير كذب هكس هاري وهستنى كمان يومين ثلاثة بعد ما يموت والله ينتطمن فشهر عشر هيتقدم تاني وهيرجع ويكسب ونفضل في نفس الدوامة كلهم زمالكوية لكن رغم كده في ناس من جماهير الزمالك شايفة أن فيه أمل وأنه رحيل مرتضع حقيقي زي اليوتيوبر سانتي وسانتي ده من أشهر يوتيوبر الزمالك يعني اسمعوا الشاب ده عائل أو يقوله الأخبار أخيرا سعيدة للزمالكوية أخيرا فيه نفس فيه رؤية جديدة فيه فيه أمل في حاجة جديدة لان النهاردة نادي الزمالك فيه وقفة الموضوع زي الدومنة قفلت زي الدومنة قلت هنا أكتر من مرة ومن فترات الموضوع في الزمالك قفل زي الدومنة فالنهاردة وده اللي يده كبان إحاق بالرئيس نادي الزمالك المعزول يأخdu النهاردة إنه والله لأ وإحنا مش عاف إيه ومنحبش الكراسي ومنحبش المناصب وهو أول بس ما جاء يعني ما كان اللي هم يقدروا يشيلوه من المركة من الكرسي بتاعه بيزرحوه بشكل قانوني فضل المتمسك في الكرسي فضل يتكالب على الكرسي في اللي يتصار على الكرسي لأنه هو وجود فعلا فعلا ممكن يكون فيه أمل حقيقة وتكون فيه تحذيرات جات لمرتدى منصور إنه يخلع زي بقول الصحف إبراهيم المنيسي تعليقا على كلام مرتدى عن السفر لأن مرتدى قال أنا هسافر اليوتيوبر يعني ده نور الإعلامي الأستاذ المنيسي إبراهيم منيسي قال إنه مرتدى هيغرب استباقا لأحكام جاية ضده اسمع كده الكلام تبدو فيه ترتبات أخرى هو طبعا بيخلع قبل من المباراة ولكن كلمة أنا بعد المباراة مسافر للخارج دي برضو نقطة يتحط تحتها خطوط إذا ما وضعنا في الاعتبار أن مرتدى منصور بتنتظر عدة أحكام أو محاكمات في عدد من قضايا السبب والقصف سواء ما يخص النادي الأهل وكابت المحمود الخطيب أو محمد عثمان المحامل المستشار القانوني للنادي أو حتى السيدة بتاعة مسؤولة الجهاز المركزي للمحاسبات في كذا قضية عدد كبير من القضايا بينتظر مرتدى منصور في شهر 8 وفي شهر 9 الشهر ده والشهر الجاي هل حيسافر هروبة من صدور أي أحكام هل حيسافر تجنبا لدخول السجن من جديد هل هيسافر والأحكام تطلع وهو بر مصر وبالتالي هو في الأمان كلها تساؤلات كتيرة طرحت نفسها بقوة لما الراجل قال الكلام بتاع الأستاذ إبراهيم المنسي فيه وجاهها بسبب قضية الفساد اللي فجرتها اخنائت مرتدى مع الموظفة المسؤولة عن الجهاز المركزي للمحاسبات اللي كانت رايحة تفتش في وراء الزمالك فقالت لقيت مخالفات وصلة أكتر من مليار جنيه زي ما الخبر بيقوله هو 8 أغسطس أولى جلسات محاكمة مرتدى منصور بتهم تسبب موظف عام يعني عنده قضية طيب قضية تسبب الموظفة المسؤولة الكبيرة والمخالفات المالية وقادي خبر تاني اهو كان هل يدفع مرتدى منصور مليار جنيه للخروج الآمن من ورطة المخالفات المالية طبعا الفيلم بتاع مرتدى كان محتاجي يكمل عشان يسخن الشارع الرياضي بقرار لجنة التظلمات بتخفيض عقوبة كهرباء من 12 ماتش ل 6 وبرضو العقوب المالية من مليون تقريبا إلى 500 ألف يعني نسخن بقى الجو يعني ولما يسخن أكتر نطلع بقى يجي بقى الناس تشمت في رحيل مرتدى منصور فالناس تهيج أكتر وقادي اهو بحة أنا لست شامت في إحدى فأحد أنا قلت حسب والله ونعم الوكيل وربنا جاب لي حقي وإلى آخر بقى اللقطة الأخيرة الدرامية عشان نخرس من القصة دي يطلع أحمد مرتدى منصور يرد على صفقة إمام عشور بأنه بيتعاقده مع لعب الأهل للكرة الطائرة الزمالك يرد على صفقة إمام عشور بصفقة مع تعاقد مع لعب الأهل في الطائرة نعمل بقى ستأسخين برضو اللافت إن اللاعب كان الأهل كان مستغني عنه أصلاً اللاعب ده يعني هم برضو فنكوش لأن الأهل كان مستغني عن لعبه سابه أهو الأهل يعرض سنائي لفريق كرة الطري للبيع فين أنت بقى جبته من الأهل مفيش أنا أقولك بقى لا يحصل الحمد لله الزمالك عدى من الأزمة دي لأنه لو كان الزمالك النهاردة قدم عرض وحش كان هيتقلك مرتضى ومش مرتضى والحاجات دي لكن بفضل الله وبمجهود رجالة نادي الزمالك إده النهاردة يقدموا عرض رائع قدام فريق كبير فريق النصر السعودي أصلاً فريق كبير لكن وعلى أرضه السعودية لكن كمان مدجج بأسلحة كبيرة كفار نارده كفار ساد يوماني وغيره يعني إنما الفريق النهاردة أقدم عرض رائع وأعتقد أن كل جمهور الزمالك النهاردة مبسوطين من أداء الزمالك ومطمين على فريقهم فرحة يا مرتضى وسيب الزمالك في حاله